الحمد لله والصلاة والسلام على خير خيال الله محمد بن عبد الله هنتكلم النهاردة في سنةولة كمبيوتر ان شاء الله وفي الحلقة دية عن الكيبورد طبعا الكيبورد جزء مهم جدا من كمبيوتر كلنا عارفين شكله بس في بعض الفانكشنز اللي موجودة فيه اللي ممكن تكون مش معروفة للناس والتعرف على الكيبورد بشكل عام للناس للناس اللي ما يعرفوهاش ده هو اللي احنا نستعرضو النهاردة ان شاء الله نشوف الاول اشكال من الكيبورد ده شكل من الاشكال كيبورد ده كيبورد مايكروسوفت اللي عملية كيبورد ده فيه ميزة هو ان الناس اللي بتكتب كتير بيبقى فيه مكان هنا تحط عليه ايدك انا بكلم قدام حضراركو ده بيرايح الناس اللي بتكتب على الكيبورد كتير طبعا الكلام ده بشكل معانا ان اغلبنا يبطيبش على الكيبورد كتير بس اللي بيكتب على الكيبورد كتير ده ممكن نوع يكون مريح ليه احيانا بس فيه ناس بتوصفه بانه سايق بردك ان فيه ناس بتقول ده هو بتعبه ده ما بيرايحش فيه يعني ده اخلافات الكيبورد الثاني الكيبورد الجميل اللي قدامنا ده ده بتعمل الكوصوفت بردك دايما اسم الشركة المصنعة الكيبورد ومكتوب عن جنب على يمين لعليمين من فوق ده الكيبورد اللي قدامنا ده واصلان ان هو من اوضح الصور اللي عندنا او من اوضح الصور اللي الا لقيتها للكيبورد فدا هنشرح عليها عشان يبقى كايني قاعد على الجهاز معك الجهاز اللي هو الكيبورد المعتاد بتاعنا ده الكيبورد القديمي اللي بي ممكن نقدر نقول عليه كلاسيك شوية ده موجود عندنا عند كل الناس وزرارة اللي فيه زرار محفوظة احنا نتكلم على كيبورد الاسمار ده بتاع ميكو صوفت وبعدين اللي بعديه لاب يده هم دولة اللي هنصحب من خلالهم من الحاجات اللي احنا عايزين نقوله. قد من الكيبورده نبدأ نتعرف عليه في الاول هنلاقي ان الكيبورد ده اول جزء هنلاقي هنلاقي جزء ده قولنا عليه قبل كده ان هو جزء بتاع المحاسبين يعني الناس اللي بيشتغلوا في الحسابات او لو حضرتك روح تدفع فاتورة التليفون تلاقي دايما الجزء ده عند الراجل اللي بتدفع له فاتورة التليفون متخرب لانه ما بيستخدمش اللي رو اصلي بقيت الحاجات التانية دي بيستخدمها بشكل طفيف انما لو بصيت عها ده هتلاقي الزرار بتاعته مهرية و هتلاقي الارقام ممسوح من كتر ما ما بيستخدمه ليل نهار فهو ده الجزء ده ممكن ما يبقاش شغال لو اللمبة دي هتزاي ما هي وضاياتها دوقتي كده هي دوقتي اللمبة لونها اخضر بس هي مش مغدرة الرمبة مش بنوارها فانا عشان انا نوارها بلاقي الزرار ده هو اللي هو النملك يعني خلاص بلاقي بعد ده الزرار ده هو اللي بينور اللمبة طبعا عندنا فيه الارقام واحدين تاتة اربعة لحدية تسعة والصفر ده هتكبير وبعدنا عندنا العمليات دي عمليات الاسمة على وفيه ونقص وزائد وانتا اه هنا الفاصلة اللي هي الايه الفاصلة اه العشرية يعني ما بين الارقام يعني مثلا لما اقول واحد ونص يبقى وان بوينت فايف يعني اه واحد اه فاصل خمسة اه وفي نفس الوقت هي زرار دليت ما بتتحولش ولا حاجة هو انت لما بتكتب ارقام بيبقى بتبقى بيتبقى نقطة انما وانت بتعمل مثلا بتجيب بتلاقيها اه جات معك دليت عادي خلاص تمام ده اول جزء مش ما يمناش في حاجة قوي يعني انه جزء عادي نفس الحاجات اللي فيه موجودة ناحية تاني بس هو مفصول عشان يراحي الناس تاني جزء هنستعد هو الجزء ده بتاع الاسفم بتاعت الاتجاهات فوق تحت يمين شمال ده طبعا جزء بالنسبة لنا مهم لحد ما بس ما فيهوش حاجة بعد كده الست زرار دولار يعني حشر بمعنى بمعنى ان انا لما اكون اه بيمكن بتوع البرمجة يستخدمو شوية يمكن بتوع يعني فيه ناس ممكن تحتاجوا انا ما فيه ناس تنامي تحتاجوش حاجة انسرت يعني حشر بمعنى ان انا كاتب كلمة ونقصى حرف في كلمة ديات فوسطى فانا ممكن استخدمه في حاجة في حاجة زي كده هنا هو مش ها استخدامه انت وانت بتكتب على الورد اصلا اه لا اي برنامج كتابة وانت بتكتب في اي حاجة لما انت بتحرك بالاسهم ديت وتيجي على الجزء على الحتة اللي انت عايز تصلحها بتكتب بتلاقي حرف الضفعة اطول خلاص هوم دا بيجيب لك اه اصل الصفحات اللي انت شغل عليك يعني هوم دايما يعني بيجيب لك اصل الصفحة يعني لو انت فتح مجموعات صفحات كتاب مثلا في صفحة رئيسية بيسمعها انا هوم بيتش زي الصفحة الرئيسية بتاعتك بتاع البراوزر بتاع الانترنت بتاعك اللي هو الانترنت اكس بلورال اللي بيجيب جامع النسخة او لو انت عندك برنامج تاني اه ممكن يبقى تعمل هوم بيتش يعني دي المهم فالهوم والصفحة الاصلية فالصفحة الاصلية دي ممكن تقول ان هي الصفحة الاولى الصفحة الاصلية ممكن تقول ان هي الصفحة الاولى تحتية على طول الان دي اللي هي الصفحة الاخيرة يبقى دا الهوم والاند يعني البداية والنهاية بيج اوب يعني طلعني لفوق صفحة بيج داون يعني نزل الصفحة لو انا بقلب في كتاب فاقم القيل بيج اوب يعني اطلع صفحة بيج داون يعني انزل صفحة يعني انا رحزت صفحة الكتاب او امدغط على الكتاب وافتحه او امدغط بيج داون صفحة 2 ده دا استعاد الكتاب ده دليت وظيفته المسح اللي هو زور الحزف يعني المعتاد خلاص دليت والزور ده او هما الزررين المعنيين بمسح الكلمات يعني انا لو بمسح كلمات واحد فيهم بيمسح القدام واحد فيهم بيسمح الورى يعني واحد فيهم بيمسح لو انا واقف مسلا في وسط كلمة انتر اللي هي المكتوبة قدامنا دي وانا عايز امسح ال en و tr يبقى واحد بيمسح en واحد بيمسح tr ما تحفظها شيء على حسب اه اهオلت شيفت بتغير اللغه فهنقول الكلام ده ازاي ايبقى واحد فى هم يمسح ايه الكلمة او الحرف اللغات الي انا كتبت وعايز امسحه امسحه في الديليل بعد جيت ازراري مبين جدا او 3 ضراري هما المسطرة 第二 زراره الكبير ده الانتر الزهر الكبير برضو بس المسطرة بتبقى طويلة المسطرة دي وظيفتها الأساسية وانا بكتب ان انا اخد مسافات ما بين الكلمات الانتر وظيفتها انها تدخلني على اي حاج يعني بدلا ما اضغط ضغطتين شمال على اي حاجة عايز اشغالها ممكن اقف على الحاجة وعلم عليها بمعنى ايه علم عليها انا عندي دوقتي انا عايز افتح دي فاضغط عليها ضغطتين كويس عشان تفتح ده انا ضغطت ضغطة واحدة ازرقت اتحول لونها لازرق يعني هيبان هنا لا دلوقتي انا فتحتها انا عايز اعلم عليها بس يبقى هي لما تزرقت كده اسمها ايه توبي سيلكتد يعني يعني اتعلم عليها خلاص يعني هي مختارة سيلكتد يعني احنا اخترناها احنا اه معلمين عليها فبعد ما اعلم عليها وتزرقت كده ممكن اضغط عليها انتر فاضغط عليها انتر افتح بدل ما افتحها بالماوس يعني بتضغط تمتو الماوس كويس ده الانتر بقي مسكيب بقي وزرط انه بيخرجني من قلب حاجه لانه فيها يعني لو كنت بتفرج على فيلم فيديو واه و عامل فول سكرين يعني مخل الفيلم مال الشاشة كلها و عايز اخرج منه فلو ضغط على مسكيب بيخرجني من وضيهات فول سكرين دي كذلك لو انا جوا لعبة الالعاب دايما بتبقى مظبوطة على انها تبقى فول سكرين يعنى اللعبة الوحدة بتمنى الشاشة كلها ما بتنسى الويندوز والحاجات التانية اللي ببهم فعشان أخرج منها بطغط على الاس jeito خلاص في بقي الزرار المهمة جداً اللي نحن عزيبنا عرفها Ctrl ده ناحية اليمين Ctrl-Nahiya الشمال Alt-Nahiya anybody Alt-Nahiyauteurişim 11 Shift-Nahiyaadi Shift-Nahiya proposing !. ليه بقى واحد ناحية يمين واحد ناحية الشمال عشان المفترض ان انت بتكتب بأدك الاتنين المفروض إن إنسان لما بيجي يكتب على الكيبورد ويحط صوابه بوضعية اللي هم عاملين لها كيبورد اللي هي إيه الوضعية اللي هم عاملين لها كيبورد إن صابع السبابة بتاع حضرتك يبقى هنا وصابع السبابة بتاع الإيدي التانية يبقى هنا يبقى الإيدي يمين صابع السبابة هنا يدي شمان صابع السبابة هنا كويس يبقى الوسطى يبقى هنا الخنصر يبقى هنا البنصر يبقى هنا وكذلك هناك يبقى عندي ضغط الاربع زرارة الرئاسية للشمال كده انا حطيت صوابع سليم على الاربع الاساسيين بشكل سليم على الكيبورد المفروض ان انا وانا حطيت ايديه كده اني هتلاقي الصوابع الوحدة اللي هم الصوابع الابهام الابهام اه خد مكانه مكانه ده ممكن يكون هنا وممكن يكون يعني ده هنا وده هنا كده خلاص او على الفي احيانا حسن ممكن يكونوا مشافة دين الكيبورد شوية لا ده انا ده انا غلط مشافة دين الكيبورد ولا حاجة انا غلط المفروض ان هو يبقى على الاف انا عطيته على الام على الجي والاف اه كده مزبوط الفرق ما بينهم صابعين كويس يبقى هو هيبقى الصابع هنا كويس كده خلاص يبقى انت كده اسمه ده وضعت الارتكاز ان انت زبطت نفسك على انها مسعدة للكتاب بعد كده بقى كل صابع يجيب اللي فوق هو اللي تحته يعني ده و dudes مع الدوارك السابع لي غلطيه او بالاضريات بردك بيساعد خلاص بس اما حاجة وضعية الارتكاس خلاص المفترض بقى انك تضرب على الوضعية ديت عشان تسرع من كتابتك لو انت هتكتب دي وجد ان هي من قصة على الوضعيات اللي تكتب ايه حقيقة محتاجة تدريب بس شوية وانت تلاقي نفسك بقيت كواس فيه خلاص نرجع للزرائر التلاتة المهمة احنا قلنا عشان الوضعية ديت لقوا ان هم يعملوا زرائر alt و shift و control يمين والت و shift و control كواس وايه وظيف قالت و shift و control control ده وظيفته ان هو يعني control يعني تحكم فوظيفته دايما ان هو مع زرار تاني من الحروف او من الارقام بيعمل وظيفة معينة يعني control b يعمل حاجة control c يعمل حاجة control v حسب البرنامج وحسب الحاجة اللي انت شغل فيه خلاص مسلا مشهور اشهر امر ال control ده هو control b وانت دخل على اي برنامج اا بتاع كتب او بتاع كتبات control b ده امر الطباعة لما بتضغط ع control b بيستظهر لك شاشة ان انت هتعمل control b ان انت هتطبع خلاص فانت بيضبط بعد كده بقى الحاجة بتاع الطباعة عندك حكتين اساسيتين هنا لقلت و shift يمين وشمال لقلت و shift يمين يخليك اللغة عربية لقلت و shift شمال يخليك اللغة انجليزية طب يعني ايه قلت وشفت او يعني ايه كنترول وبي كنترول وبي او قلت وشفت معناها معناها ان انا هضغط بصابع على كنترول بقى اضغطت الوضع على كنترول ومش هشد صابع ده وبعدين هقوم ضغط بصابع تاني على البي هيحصل اللي الفنكشن اللي انا عايز او الوظيفة اللي انا عايز هتحصل طب انا عايز احاول لغة العربي يبقى اضغط على الالت واستمر ما شيرش ايدي وبعد نضغط على البي ضغط واحد خلاص فالت وشفت دايما ما تغلل لغة عربي شيمال تغلل لغة انجليسي فدايما الاول ماقول اي حاجة فدي مقطعين المقطع الاولين يبقى اضغط علي بالصمرار مقطع التاني اضغط علي ضغط واحد خلاص يعني المقطع الاولاني اللي هو الالت وشفت المقطع الاولاني دايما بحتى بيكتبوه الالت زائد شفت زائد دي عمره ما تتحقق انه الالت زائد شفت غيرا هون دغطت على الالت الاول وتانيتني مستمر في الضغط وبعد نضغط على الشفت ضغطة واحدة خلاص كويس بحنا عرفنا الكنترول لازمته انه هو بيغير وظيفة اي حرف من حروف ديت بس لازم البرنامج يكون بيدعم التغيير ده بلنما جيل انت اشغال عليه بيغير وظيفته وخليه يعمل حاجة تانية وده الالت وشفت ده الالت وشفت كويس بعدك انا انه ده زرار الويندوز هنا وهنا برضو زرار الويندوز ده انا متضغط على الحالة انا بيفتح قايمة دي وظيفته بعدك ده فينا زرار ضريف جدا بيفتح لك المينيو ده كأنك ضغط على اي حاجة يعني انا لو معلم على ده وضغط على المينيو شوف اللي يحصل كان ضغطي كليك يمين بالظبط رغم ان انا محرقتش ماوس مكانه لو خدت بالك اهو انا هضغط هنا وهروح بالماوس بعيد وبعدين هضغط على الزرار ده كاين فتحت المينيو بعدك ده باسهم الاتجاهات انا هنزل دوقتي بالسامة اللي تحت خلاني بس باختار بعدك ده اضغط على الحاجة اللي انا وقفت عندها انتر اهو انا عايزة احسف ده حالا اضغط دليل يفاية حزف انتر لو خدت بالك او لاحظت هتلاقي ان كل الحاجات اللي بيعملها الماوس او اللي احنا تعلمنا ان الماوس بيعملها والماوس احنا بنستخدمه على طول الكيبورد بتعمله كل الحاجات بلا استثناء لذلك في ناس بتقولك ان الاجزاء الاساسية في الكمبيوتر الكيبورد مش الماوس ان الماوس جهاز طرفي يعني يعني بمعنى دق لو انت عايز تجمع جهاز كمبيوتر باعل تكلفة ممكنة وخيرت ما بين الماوس والكيبورد اختار الكيبورد خلاص طبعا هما هنا بعد اناس نلطة مهمة جدا اه هي ان احنا ما بنقدمش عبر الكمبيوتر عالكتابة ما بنقدمش عالكيبورد غير ده الماوس بالنسبة لانسان اسهل فعاشيك كده يعني الناس مش مقتنع بالحكاية ديت ان يقولك ايه ما اصلا الويندوز فيه كيبورد هو فعلا جوه الويندوز مدعوم كيبورد وانوار ده لحضراتكو عالي خلاص ما احنا عارفنا دوقتي الزراير دي كلها فهمنا فيه كابس لوك ده بيخلي الحوف كابتل لما بضغط عليه بلاقي الزرار ده هو نور يبقى عارفنا الزرار الاول وزرار التاني خلاص كابس لوك بيخلي ده نور تبدأ لما انا مسلا بكون بعمل ايميل او بكون بعمل اي حاجة بلاقي فيه مربع كده بكتب فيه الكلام حاجة مسلا زي كده مهم يعني انه فيه مربع بكتب فيه الكلام وبعدين تحتيه مربع تاني او مستطيل يعني خلاص فانا مالك الاولاني بدل محرك الماوس هو وانزل اللي التاني بدأت على تاب ده بنزل اللي بعده اسمه الحقل يعني الفيلد ده اسمه فيلد المكان ده اسمه فيلد دي كده الحقل اللي بعد نزل اللي بعده اللي بعده اللي بعده خلاص تمام هنلاقي حرف دايما الزال ده موجود لوحده وده طبعا من الحاجات الناس اللي لسه بتعلم كمبيوتر بالصرب جدا حرف ده موجود لوحده هنا هو ومعه الشادة ومعه علامة المادة خلاص الارقام من واحد لتسعة والصفر اهو كل رقم مع حاجة كمان لما احب اجيب الحاجة دي هاتشفت الرقم يبقى واحد بس لو انا بكتب عربي وكتبت الارقام ما تجيه لعربي او بكتب انجليزي انا تكتبت الارقام ما تجيه لانجليزي بس في حقيقة الامر وانا بكتب دايما بيبقى بكتب بالويندوز او على الويندوز فبيبقى الويندوز مزبط نفسه على لغة معينة والارقام على وضعها معينة يعني يعني الارقام لو انت كتبتها بردك عربي اعملت قلت شفت الكلام كله هتلاقي عربي لك لما تجيه تكتب الارقام هتلاقي الارقام انجليزي ان الويندوز في الحالة دي بيبقى يدعم الارقام الانجليزي خلاص احنا خلاصنا كمان الجزء ده بالعلامات اللي عليها هتلاقي بقى كل واحد في علامة يعني دايما لما باجيه اكتب الاميل بكتب مسلا الايميل بتاعي انا ايه لرنونلاين اد جيميل دوتكم فانا اكتب لرنونلاين وان لرنونلاين وان L E A R N كده خلاصته بعدين اد اللي هي شفت اتنين خلاص جيميل جيميل اكتبها وبعدين ضوت اللي هي نقطة سي او ام خلاص لو انت بتكتب عربي النقطة اللي هي ده هتبقى هاتبقى هاتبقى حرف الزين لو انت بتكتب انجزة هتبقى نقطة طب لو انا عايز اخلي النقطة في العربي بضغط شفت زين شفت زين في العربي يخلق دايما اي حاجة من الحاجات دي لما يحب نجيب الحاجات التانية بتاعتها بنضغط شفت الحاجة يعني انا نلاقي على كل حاجة مثلا انا ما بجدك اكتب اسمي ابراهيم لو حتى تخلي بات اه خليت بالك طبعا هنا الايه الهمزة تحت اه فانا انا عايز اكتب ابراهيم فمش هلاقي في دولت كلهم في همزة فابراهيم شفت غين شفت غين اضغط على شفت مع الاستمرار والغين ضغط واحدة هلاقي ايه الهمزة الكتبت تحت لان كل دولت ما ينفعش استخدمه في كتبت اسمي خلاص بعد اجد عالمة النقص والزائد واليساوي وعلى هنا بقى في اللي هي سمعنا شفت اندرسكور لما اضغط على الشفت ودي دايما بتلاقي واحد اسمه اه مسلا في الاميل بتاعه كزا اندرسكور كزا ايه كزا دوت كوم اه فانا لو بضغط على شفت اندرسكور بيجيب لي الشرطة اللي هي لتحت شرطة تحت خلاص انما دي الشرطة العادية او بتيجي في في الحساب علامة النقص ودي زائد والنقص ودي عالم وده قلنا خلاص و اكبر من و اصغر من وفصلة منقوطة وفيه ده 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 العلة لو تلاحظ ان ممكن في اللاب توب ما بقاش في القوس ده كيبورد اصلا كانech ده. لان كل الحاجات انهم فيه موجودة في تاني. خلاص ففي الكوبورد عشان يقللوا المساحة. بيدخلوا الزراعة دي كلها جوا بعض كده. وما بيسقوس الفراغ اللي موجود هنا ده. الفراغ ده معمول عشان يحصوا بعين. او عشان على مادي اولو حاجات اه. خلاص. تمام. اظن كده استعادنا حاجات مهمة جدا في الكوبورد. بعد كده في زرار هنا عايزين نعرف اهميته. طبعا ده زرار البوز او البريك. ده لما انت تكون مشغل حاجة ولعبة مسلا او فلاش او حاجة وعايز توقفها توقف مؤقت بمعنى انك هتروح تشرب وتيجي فتضغط عليه بوز. بس حاجات كتير ما بتشغلوش اصلا. الزرار ده بيصور لك الشاشة اللي انت بتفرج على الوقتي. يعني لو انا عايز اصور الصودة اللي انا بتفرج على الوقتي ديت. بضغط على على البرينت سكرين ده. كويس? بضغط عليه ضغطة وبعدين بروح الرسام بروح بالرسام ستارت اكسيزوريس. ستارت اول برو جرامس اكسيزوريس. وبفتح البينت رسام فافتح للصفحة بيضة. كويس? اعمل في صفحة التك كليك يمين. هلاقي الصفحة البيضة في حاجة دي بتتك. تك كليك يمين واعمل ايه? واختار بيست او اعمل كنترول في. كنترول مع الاستمرار دايما معناها بيست. كنترول مع الاستمرار. اه كنترول في. يعني اضغط على كنترول واستمر في الضغط وكنترول في. ممكن نقول لكم برضا كشوات الخاصات مهمة. لما هعمل الحركة ديات في الرسام هتلاقي الصفحة اللي انت بصورها او الحاجة اللي انت بتفرج عليها ديت. يعني مسلا لو في صورة مش صورة لو في حاجة معينة مشكلة حصلت لك في الجهاز. وانت عايز تبعاتها الواحد تاني على الايميل. فانت مش عايف تقول له ايه? فانت عايز تصور له الغلط اللي حصل عندك. الرسالة الايرور ايه اي حاجة حصل عندك خلط. او الجهاز شكله غريب او اه الصفحة مسلا عايز تقول له ان الشاشة ديت اللي قدامك دي مقلوبة. يعني قيمة الصارت موجودة فوق والحاجات تحت. وانت مش عايف تقول له الكلام ده. فاشفاش عايزك انت اما تبقى راسك مكان رجليك او يا اما تقلب الشاشة. خلاص? فانت عايز تقول له الكلام ده ومش عارف. فانت عايز تصوره له. ففي كنترول في. مسلا بس هي في الحالة دي تتصورها مقلوبة. مش مش كلا يعني. بس هو ده المسل. اه خلاص? الاختصارات ده كنترول كنترول في بيعمل بيست. كنترول سي يعمل كوبي. يعني نعلم عن حاجة وعمل كوبي كنترول سي. كنترول اكس. يعمل قط. لو قص. كنترول اه زد. يعمل اندو. يعني ارجع في اخر امر عندي. كنترول ella بقى العكس. يعني اخر حاجة انا عملتها ارجع في كلامي يعني. كنترول زد دي بيخليني ارجع في كلام. كنترول واي بيخليني ارجع في كلام اللي انا كنت رجعت فيه. الانات المتحة تفهم؟ بقى كنترول زد اخر حاجة. كانت ان انا كتبت مسلام كتبت حبيب. جيدا في اخر حرفة في هبيب دي البيه فانا حاجز ارجع في اخر حرفة بس فimage عمل كنترول زد هنا هتلاقي مسيحة البي البيه. لو عملت كنترول وي ارجع في الا انا كنت رجعت في انا كتبت البيه. وبعد انا رجعت في كلام وستحتاء ارجع في اللي انا كنت رجعت في اقوم اعمل يقوم البيه راجع تاني طب لو عملت كنترول زد كنترول زد يبقى انا همسح البيه وبعدين همسح الياه الياه الوراة كنترول زد كنترول زد يبقى انا هرجع في اخر حاجتان انا عملته خلاص في حاجة لقى ظريفة هنا اللي هما من اف واحد الاف اتناشر مش عايز اوجع دماغه بها مش عايز الناس يعني يكون في دماغها حاجات كتير عايزة كنت هتوقع تستكشف في الحاجات كده وبعدين عشان ما نطولش في الفيديو اكتر من كده المهم ده كل الزرار منهم بيختصى عليك حاجة يعني يعني وظيفة فكل الزرار من الزرار الدول بيعمل حاجة لطيفة يعني بيعمل بيختصى عليك انك تغس تجيب حاجة تدور عليها وتعمل كزا خطوة يعني انا مسلا دلوقتي انا عايز اجيب الساببورت او الهلب بتاع الويندوز اللي قدام ده بمعنى بمعنى ان انا عايز مساعدة من الجهاز ففي حكس ما الهلب هطلع لمساعدة وهيقعد يحكيلي وهعمل سيرش وحابة حاجات كده فانا عشان اجيبها بعمل خطوطين وبعدين باختار اللي هي دي الهلبة هيفتح فانا مسلا عندي مشكلة في فيديو معين ما بيطعيتش فانا عايز اقول له مسلا هو الويندوز ميديا بلاير بيشغل ايه الحاجات اللي بيشغل فاكتب له هنا مسلا ميندوز ميديا بلاير واضغط على السيرش دي هتا تطلع لي مجموعة نتايج كل ما اتعلق من الويندوز ميديا بلاير او اه اعداء ارى بقى فيها واشوف ايه الامتدادات اللي بيالعمل واندوز ميديا بلاير وهو شغال ازاي اصلا وازاي صلحه له باز وازاي غش على موقع الشركة واجب الاصدار الاحدث منه اه او ازاي اجيب المجموعة الكاملة الويندوز ميديا باير اللي هي الانكارتة واشغالها وكده يعني خلاص فانا بقول له اسم هنا المشكلة او اسم كلمة فيها مهمة وام ضغط يوم نطلع لشوية نتايج المهم فانا عملت لا اضغط وطين فقالك بدل ما تعمل ده في اي برنامج في ال tuz او في اي حاجة انت فاتحها عايز تيجيب الساب بوت بتاعها او الهلوب بتاعها دايمين اي حاجه لا هلوب باطغط على اف واحد بدل ما تعمل الموضوت دا كله خلاص ايبقى دا اف واحد اف اتنين د دا لو انا عايز اعمل انا عايز اعملل رنام يعني انا بدل مقف على اалась وعايز اعمل رينيم وهم ضغط كليك يمين وهم جايب رينيم خلاص فهو وهم بعدين كده كده باسم الجديد خلاص فهو قالك لا اضغط بس كده على ده شوف انا اودي الماوس فين بعيد خلاص او واضغط اف اتنين يبقى انا كده ايه انا كده عملت رينيم فهي بتختصر لك مجموعة ايه بتختصر لك خطوة او خطوطين الفونكشن ديه كانوا بيعتبروا زمان انها مهم الشكل اللي احنا بفرج عليه ده للكيبورد اسمه شكل ستاندر يعني شكل خياس يعني المفروض لعالم كله لو رحت عنده واحد في امريكا هلاقي عنده الكيبورد زي بتاعتك او فيها الزراير زي بتاعتك خلاص مسلا انه بعد كده الف 11 بتعمل فول سكيرين يعني شاشة اللي انت قدام انا ما عايز فول سكيرين اضغط عليها كده انا هوا انا بتصفح انت مسلا انا هوا فانا عايز فول سكيرين بمعنى ما انا انا عايزش الكلام اللي انا عامله ده اي من الشاشة فضغط على الف واحد هتلاقي مالة الشاشة الكلام من الشاشة الف 11 اصلي مش الف واحد الف 11 خلاص ما اظنش ان في حاجة تانية ممكن نصعدها هنا الف خمسة بتعمل انا بقول على اشهر زرائر او اكثرها شيوعا خلاص شكرا انكم ما راح تسعلكم مؤسف الان Bondi عليكم والسلام عليكم ونحمぉط الله وبركاته شكرا